كما التقى الدكتور صلاح بن علي عبد الرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان بالسيد عبد العزيز بن زكور رئيس مؤسسة الوسيط وقد طلع الوزير على تجربة المؤسسة الهادفة إلى وضع إطار لصيانة حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز سيادة القانون في العلاقة ما بين الإدارة والمواطن كما قدم وزير شؤون حقوق الإنسان موجزا عن الإجراءات التشعيعية في البحرين لمأسسة العمل الحقوقي في المملكة وقد عبر رئيس مؤسسة الوسيط عن إعجابه بالتجربة البحرينية المؤسسة في مجال حقوق الإنسان دعيا لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين البلدين وبخاصة في المجال الحقوقي